ولكن خلينا نروح لقائمة النادي الاهلي ودي مهمة جدا عشان برضو محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير الدفاع محمود وحيد رامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد وحمد هاني ومحمود وحيد ومحمد أشرف وحمدي فتحي وقاليو ديانج وعمر السلية وحسين الشحات وقفشة ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ولويس مكي سوني وحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق وحسام حسن ومحمد شريف هو مين محمد فخري؟ هو مين زياد طارق؟ هو مين محمد أشرف؟ دول اللاعبين هو مين مصطفى شوبير؟ دول اللاعبين حضرتك اللي كانوا بيلعبوا في كاسر ربطة أعرفتوا حضراتكم ليه كان النشئين بيلعبوا في كاسر ربطة؟ أنا بكلمش جمهور الأهلي طبعا بكلم من لا يشجع النادي الأهلي أعرفتوا حضراتكم أنت قد تقول أصل الأهلي ومش عارف إيه لا هو كان بيلعب الفترة دي علشان يطلع باللاربع لعيبة دول أو خمسة وستة وعشرة الله أعلم الفترة اللي جاي قد يكون فيها إصابات زي ما قلت لحضراتكم الناس كانت بتهاجم النادي الأهلي خلال هذه الفترة علشان بيلعب بهؤلاء اللاعبين وكان لازم يبقى كذا وكذا وكذا دلوقتي أهو استفد منهم في كاسر العالم في أول مباراة استفد منهم دايما أن الرجل بيبص لقدام بيبص للمستقبل بيبص لما هو قادم فالأربع أسماء اللي أنا قلتهم لحضراتكم دول موجودين سواء مصطفى شبير سواء محمد أشرف سواء فخري سواء الموجودين كلهم الحقيقة أعتقد أن هم مهمين جدا 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 في ندل أهلي وفي قيم لأن الروتيشن في حاجة اسمها الروتيشن التدوير مهم جدا جدا ما بين اللاعبين خلال الفترة اللي جاي التدوير بيبقى إزاي وإمتى وفين وإمتى يريح وإمتى ما يريحشي حمد عبد منام ومعلول وأيمن أشرف ووليد سليمان دور ريحه للظروف زي ما قلت لحضراتكم مختلفة اللي عنده كادمة واللي عنده خبطة واللي عنده إجهاد عام بغد النظر بقى عن بدر بنون وعن أيضا بقية اللاعبين اللي موجودين أو مصابين بدر بنون أكرم توفيق بقية اللاعبين كلهم الحقيقة اللي موجودين ولكن في النهاية أي قايمة بيلعب فيها النادي الأهلي خصوصا بعد نهاية أو بعد اللي شفناه في المباراة أو أولى المباراة أمام في كاس العالم للأندية أعتقد أنه ده يخلينا نقول بالفعل الأهلي بمن حضر في أي مكان وفي أي وقت وفي أي زمان الأهلي دائما بمن حضر وحضرتك بتلاعب الفريق المونترير الفريق المكسيكي الناس كلها كانت متخوفة ولكن قدرت تفوز عليه وتعمل مباراة رائعة مش بشهادة الأهلوية بس ولكن بشهادة الجميع إذن الأهلي دائما بمن حضر